اهلا بكم مرة ثانية في ثاني وآخر يعني فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الاهلي والحقيقة الموضوع هنتكلم فيه موضوع في المنتهى الأهمية للأسف الشديد كتير جدا 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 مننا في الفترة الأخيرة بيتعاملوا في الحياة من منطلق ان خلاص مفيش كورونا وده كلام مش مصبوط لان الموضوع ما زال قائم ولسه لغاية النهاردة كل يوم والتاني بنسمع ان في حد من المعارف او الاصدقاء يصيب بمستجدات ومتحورات كورونا فالحقيقة مسألة المناعة بترجع تاني يعني اهمتها بتبرز وخصوصا في الوقت ده عايزين نتكلم عن المناعة عايزين نتكلم عن الامور اللي بتبين للواحد فينا انه عنده مشكلة في المناعة طيب لو لا سمح الله في حال وجود مشكلة طيب نتصرف ازاي في هذا الامر ده اللي حنعرفه من دكتورة دين او السعود اللي من ورانا في حلقة النهاردة صباح الفل عليك صباح الخير ازاي كريم كله حلو يا رب دايب الكورونا في ناس اعتبرت ان هي خلصة فشوية الوعي اللي كان عندنا الفترة اللي فاتت خلاص بقينا نتخلى عنه شوية بشوية شوية المحاذير والاجراءات الاحترازية بقينا منهتمش بيها بما فيها كمان المالتي بايتامينز والمكملات وكل شيء من شأنه ان هو يعزز المناعة فالأي درجة الكلام ده مش مظبوط لا طبعا مش مظبوط ان انا معزز مش اعزز منعتي مش بس عشان كورونا احنا الوقت يسمعنا عن الفطر الاسود والناس اللي بيسيبهم الفطر الاسود الناس اللي منعتهم قليلة استجد علينا دلوقتي جدري القرود اللي بيسيبهم المناعة القليلة هو القصة مش بس كورونا احنا عندنا فيروس وعندنا فطريات قاتلة لازم طول الوقت اعرف عزز منعتي ضد اي حاجة ضد فيروس ضد باكتيري الانفكشن ضد فانجوس فتريات ضد حتى خلايا سرطانية لو انا منعتي قوية نقدر بشكل ما نحارب اي جسم غريب دخل الجسم طيب ازاي نقدر نقوي مناعتنا وبقول ان المناعة ده اهم جهاز من اهم الاجهزة طبعا لربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان ده الحرق لحطة السد اي حاجة دخلت علي الانتيباضي بتاعتي يبتدي هاجمها طيب ايه المشاكل اللي بتؤدي الى نقص في المناعة زي ما انت قلت يا كريم ان عدم ان احنا ما نعملش الحاجات الاحترازية الحاجات الاحترازية نحن لازم طبعا ننزل بكمامة لازم لما نرجع من بره نخسل ايدينا ده مهم جدا غسيل اليد من بره لان بيقولك النومونيا كان فيه علاقة بين ان انا برجع من بره ومش غسل ايدي بالالتهاب الرئوي اللي هو النومونيا وعدم النظافة لازم ان انا قشرة مايه كويس قوي عشان ما عرضش جسم الجفاف لازم امشي قلعب رياضة لان ده بيعزز لي جهاز المناعة ولازم عدم الافراض برجع اقول بلاش افراض في الانتيبيوتكس ولا افراض في المسكنات وعدم التاك بتاع الكورتيزونز او ادوية مسبتة المناعة غير تحت اشرف طبيب الادوية اللي فيها كورتيزونات ما مناخدهاش كده مع نفسنا لان بيباليها دوز ولما بتيجي تبطالها ليها دوز ماينفعش كده انها تدوالها كده مننا لنفسنا طيب المناعة اكتر حاجة تدعمها ايه اكتر حاجة تدعمها الاكل الصحي النوم كويس النوم بالليل والفيتامينات والمعادن من اهم الفيتامينز والمعادن ممكن اتكلم على الاب مالتي فيت اللي هو مالتي فيتامين اللي موجود دلوقتي في السيداليات لان ليه بقول الاب مالتي فيت لانه الاقوى دلوقتي لاحتواءوا على اثنين مهمين جدا للمناعة رقم واحد الزينك معدن مهم جدا للمناعة والزينك مهم الحاجات كتير لكل العماليات الحيوية في الجسم المناعة ليه مهمة؟ لأن الخلايا المناعية بتتجدد وقرات الدم البيضة بتتجدد والأنتيبوتس بتتجدد فأي حاجة بتتجدد في الجسم محتاجة زنك ومع الزنك اللازم يبقى قصاد ونحاس وقالب مالتي فيت مزيج بين الزنك والكبر تاني فيتامين عندي مهم جدا جدا للمناعة هو فيتامين سين عشان كده يمكن وزارة الصحة وقت التفشي الفيروس على طول كانوا بيحطوا على اللوحة بتاعتهم لازم ناخد مع سواء الأنتي بيوتكس اللي بتتاخد أو الأنتي فيرول اللي بتتاخد نحن ندعم منعاتنا بزينك وفايتامين سين دول أقوى اتنين كتدعيم مناعة والاتنين موجودين داخل ألبا مالتي فيت المرخص من هيئة سلامة الغذاء وده يتصمن كل سيدة المشاهدين ستات ورجالة لأن احنا منتكلم هنا مع على ستات والرجالة مش بس الرجالة يعني ستات كمان لازم تدعم منعاتها وقدر أطمنهم كمان أنه موجود أن ألبا مالتي فيت أو إي أل بي مالتي فيت موجود في كل سيدليات أو سلسلة سيدلات كبيرة موجودة في كل محافظات مصر يأما ناخده من السيدلية يأما ناخده عن طريق الأرقام فقط اللي ظهر على الشاشة بنوصل لحد باب البيت وعندنا صفحة على السوشيال ميديا الفيسبوك عندنا صفحة برضو وكمان بقول للسيدة السيدلة اللي بيسأله طب نجيب منين ألبا مالتي فيت عشان بتلاقي عملة كتير بيخش السيدلية اللي جنب بيتهم وبيسأله على ألبا مالتي فيت ممكن نكون مش لسه وافرناه في السيدلية لجنب البيت فبقول للدكتور السيدلية أو الدكتورة السيدلية إحنا موجودين في الشركة المتحدة للسيدلة دي شركة توزيع من أكبر شركات توزيع في مصر اللي بتوزع للسيدليات سواء مكملات غذائية كريمات مصرحة من وضعات الصحة أو أدوية جميل طيب هل في إرشادات معينة أو محاذير معينة لازم الواحد يأخذ باله منها وهو بيتعامل مع المكملات حتى بشكل عام؟ المكملات الغذائية طبعا هرد عليك كريم بس على الشاشة هنا ده شكل العلبة اللي هو ألبا مالتي فيت وجنبها الشركة المتحدة للسيدلة ده لبيع للسيدلة فقط الجمهور بيأخذ من السيدلية أو بيأخذ عن طريق الرقم الزهر على الشاشة المحاذير للمكملات الغذائية لا إفراط في المكملات الغذائية بمعنى لما أنا أقول بناخد قرص واحد من ألبا مالتي فيت ما ناخدش ثلاثة واربعة قراص المكملات الغذائية اللي جداخلها فيتامينات قبلة للذوابان في الدهون ما نقطرش منها عشان دي بتتخزين في الخلايا ألبا مالتي فيت الفيتامينات بتاعته قبلة للذوابان في الماء فالإكسيد بتاعه أو الزيادة ما بيتخزينش منزل عن طريق البول والحلوة في ألبا مالتي فيت ليه بقول مالوش محاذير مدام أخدتوا قرص واحد بس في اليوم لأن الكونسنتريشن والتركيزات اليومية اللي الجسم محتاجها ألبا مالتي فيت أقل سنة فحتى أنا مش هحمل على الكيلة عندي فده رائع ويمكن كمان الكالسيوم يمكن شوفنا شكل العظم وأنه داخله كالسيوم ألبا مالتي فيت داخله كالسيوم بنسبة 70 ميلي جرام الكالسيوم مهم جدا طبعا هي ده شكل العظم وأن العظم بيحب الكالسيوم يحب الكالسيوم وفيتامين دال ويمكن فيتامين سي كمان لأن فيتامين سي بعززلي على أنتاك الكولوجين بقول أن ألب مالتي فيد دخله كالسيوم بنسبة 70 ميلي جرام الجسم محتاج البرغين مننا محتاجين ألف ميلي جرام والسيدة الحامل محتاجة ألف ومتين الحلوة في الكالسيوم أنا بقول أن ألب مالتي فيد بيتاخد لايف تايم أو ديلي روتين يقول لي طب يا دكتورة دي أنا نوقفه بعد كم شهر أنا ليه بقول مش محتاجين نوقفه الكالسيوم عندي بنسبة بسيطة جدا ما خافش من ترسيب الكالسيوم لأن ترسيب الكالسيوم حاجة مش حلوة خلص بقيت العناصر أخبروا إيه؟ العناصر اللي موجودة في قلب مالتي فيت الفيتامينات لا ترصم ولا تخزن لأن هي بتضوب في الميا فبتنزل عن طريق البول لو إكسيد الكلسي مش حصله ترسيب لأن الكلسي ما عندي سبعين بس فبالعكس أنا محتاجة أكمل كمان بالألبان بالمكسرات بالضيد بالبروكلي بكل الحاجات اللي فيها كلسي رجالة وستات كبار وصغيرين الكل يقدر يتعامل مع هذا المنتج عادي ابتداء من 13 سنة بيتعاملوا مع المنتج مفيش مشكلة كبار السن طبعا محتاجينه جدا أصحاب الأمراض المزمنة بقولهم لا يتعرض إطلاقا استخدام ألبة مالتي فيت سكر دخط كوليسترول كل الحاجات دي أنا ما عنديش مشكلة فيها خالص بالعكس ألبة مالتي فيت ممكن أقول أنه داعم كمضادة أكسادة الكوليسترول دي دهون ضرة في جسمة أكسادة تتحولت له كوليسترول أنا عندي فيتامين إي داخل أو فيتامين هي بالعربي داخل ألبة مالتي فيت داعم كدد أكسادة دا اللي بيعمل على عدم أكسادة الدهون الضرة فهو رائع بالنسبة لمريض السكر بدعم له جدا ألبة مالتي فيت لأن كل داكاترة الغدد الصماء أو داكاترة الجهاز الهضمي أو البطنة لو مريض السكر بيقول له بتاخد أم الإنسولين أم الأدوية المتعرفة عليها ودعم بفيتامين بي يمكن كمان لازم أقول أن داخل ألبة مالتي فيت اللي بيميزه أنا عندي كل العيلة بتاعت فيتامين بي لأن مريض السكر محتاج التايمين والنياسين والكوبولامين والفوليك أسد كل العائلة بقرس واحد من قلبة مالتي فيت لامم بكل عيلة فيتامين بي هيبه دعم جدا للأعصاب دعم للتمثيل الغذائي يمكن كلنا محتاجين تمثيل غذائي وبرجأ أقول أن من غير تمثيل غذائي مفيش حياة مفيش حياة اللي قال النتابوليسم دا مهم الرياضيين نظامهم إيه بقى هل لكونهم رياضيين دا معناه أن هم بيحتاجوا جرعات أكبر من أو أكتر من غيرهم لا أنا أقول هي الجرعة هي قرس واحد بس في اليوم بعد الفطار بعد الفطار الرياضيين ممكن ياخدوه كمان بعد الغداء وقبل التمرين بساعة لأنه يعزز الطاقة بدي باور لأنه زي ما قلت فيه فيتامين بي فيتامين بي هو اللي داعم للطاقة وداعم للباور وداعم للتركيز وداعم لأعصابهم لو حد بيشيل وزن تقيل والأعصاب ضعيفة بتلاقي الإيد بدأت الأقرب فلازم طوال وقت أنهم يعرفوا يدعموا أعصابهم طيب تعالي نرجع للأصل اللي نتكلم عليه اللي هو المناعة هل في علامات معينة غير أن الواحد يلاحظ أنه كل شوية بيعي أو كل شوية بيجيره دور برد هل في إشارة ما غير دي بتقول أن أنا لازم أشيك على المناعة عندي لأن أنا واضح أن عندي مشكلة ما فيها هو المناعة طريقة التشاكب نحن نعمل السي بي سي بتاعنا برضو نتأكد من كرات الدم البيضاء أنها في الريفرنس رينج في تاست اسمه أنتجين أنتي بادي تاست برضو لكن هي مثلا لو حاجات لما بتقولي أن بيجي عدوات كتير ده نقص المناعة الحاجات الثانية اللي ممكن تأدي إلى نقص المناعة وأنا مش حاسة مشاكل الجهاز الهضمي عمتا على طول مشاكل الجهاز الهضمي على طول أقول أنا عندي نقص في المناعة عشان كده بنقول اللي عنده إسهال مزمن يجري على دكتور هضمي دكتور هضمي جهاز هضمي اللي عنده قيء مستمر اللي لازم نعزز المعدة بتاعتنا والأمعاء بتاعتنا والمايكروبيون اللي هي البكتيريا النفع تمنا ممكن يبقى فيه عرض من دول ليه علاقة بأن الواحد أكل أكلها مش حلوة أنا بقول المزمن يعني قاعد فتاة فيه استمرار في الإسهال استمرار في الترجيع أو الفوميتنج أو القئ بقول دي إشارة كافية أنه أكيد هيبقى عندي مشكلة في المناعة وأكيد لما نسبة السكر بتاعلي في الدم ده هدمي للمناعة يعني لو قيسنا السكر لأنه عالي ده أكيد يبقى عندي مشكلة طيب غير المكملات وغير الملتي بايتامنز هل فيه أمور معينة من شأنها أن هي تساعد في مسألة تدعيم المناعة أو تعزيز مناعة الجسم المش والرياضة وعدم أكل السكريات نحد منها واللايف ستايل بتاعنا يعني يتغير يعني ما ينفعش أننا نخلي الوجب الرئيسية 11 بالليل والنام يعني الحاجات وشرب الميا دي ده بره بقى الفيتامنز بس الفيتامنز أكيد أساسية يعني طيب من ضمن الأسئلة اللي جات لنا من المشاهدين سؤال من شادي عادت بيقول أنا من وقت للتاني بحس أن جسمي مهدود ومكسر ومش قادر أعمل أي حاجة ومما يكونش قبلها عامل أي مجهود يسكر فهل فيه تحليل دورية لازم الواحد يعملها عشان يتأكد أن مناعته قوية؟ لازم نتأكد من سورة الدم الكاملة ووظائف الكلا ووظائف الكبت ولازم أدعم بالفيتامنز طبعا بدعم جدا ELP مولتي بيت المرخص اللي داعم جدا للمناعة لاحتواءه على فيتامنز C زي ما نقول الزينك والنحاس والكوبولامين اللي هو فيتامن بي 12 ده بيسعيد لي على إنتاج ورد الدم الحمرة فده حلو جدا للناس اللي ممكن يكون عندها نقص في الحديد أو أنيميا بياخدوا الحديد ولازم ياخدوا معا الكوبولامين لأن الكوبولامين بينتج لي كرات الدم الحمرة سؤال اللي جاي سؤال نسائي بحت من ميادة سيد بتقول رموشي بتقع كتير قوي وحواجب خفيفة هل دا لي علاقة بالفيتامنز ولا لأ؟ وهل الفيتامنز مفيدة للشعر ولا لأ؟ طبعا الفيتامنز مفيدة جدا للشعر أي شعر بقى يعني شعر الرموش وشعر الحواجب وشعر الرأس طيب من أهم الفيتامنز اللي الست محتاجها أو البنت محتاجها في الوقت ده البيوتين اللي هو فيتامن بي 7 مهم قوي الفوليك أسد مهم قوي محتاجة جدا الزينك محتاجة فيتامنز لإعادة انتصاص الحديد لأنه ممكن كمان يبقى عندها الحديد واقع فبرضو تتأكد ان الحديد عندها مش واقع فأنا كده محتاجة فيتامنز محتاجة زينك محتاجة نحاس محتاجة بيوتين محتاجة فوليك أسد أعتقد جميعهم موجودين في ELP مولتيفيت هتاخد قرس واحد بس في اليوم بعد الفطار على كباية مياه كبيرة هل بنحتاج ان احنا هو طبعا الأكل الصحي ونمط الحياة الصحي أكيد بيوفر على الواحد متاعب كتير بس أنا بتكلم فيما يتعلق دي المناعة هل المكملات الغذائية والمولتيفيتامنز بالإضافة للأكل الصحي كده يبقى تمام الواحد ضمن انه كميات الفيتامنز اللي في جسمه كافية مع الأكل الصحي آه طبعا مع الأكل الصحي واخدنا المكملات الغذائية ضمن ولازم برضو ننام كويس ونشرب مياه كويس كل الحاجات دي برضو مع المكمل الغذائي موضوع الميا ده بيتقالف حاجات كتير أوف آه طبعا المياه أساس كل حاجة حية يا كريم أساس كل شيء حي المياه طبعا المياه مهمة لخلايا جلدي عشان ما عنجس لشعري عشان ما يقعش لدمي لو أنا ما شربتش مياه كويس الدم هيبقى تقيل شوي يعني مش هيبقى البلد سيركليشن صح أو تأجباري الدورة الدموية مش هيبقى صح فالمياه محتاجة والكلة محتاجة عشان تتغسي المياه فلازم نشرب مياه لازم وهل المياه كمان ينطبق عليها نفس اللي بينطبق على معظم الأمور ومطلوب فيها الاعتدال والوساطية في تناولها ولا بالعكس كل ما تدي الجسم مياه كل ما يبقى كويس مش محتاجة أكثر من ثلاثة لتر في اليوم يعني يعني من الكبار دول إزازة ونصف مين بيقدر يشرب أكثر من كده فده يبقى طب العكس بقى اللي ما بيشربش مياه خالص زين وزين بس أنا عادي مشكلة مع المياه الغزين أنا بمثل شريحة من الناس لما بتعتش مش أول حاجة تتبادر للزهن أن أنا أشرب مياه لا غالي ما بيقولها بجازا حاجة ساعة كلما بتعتش بتشرب حاجة ساعة ده وحش قوي فدي مشكلة جميلة طبعا أنا أتأكد من ده بس أعايز أبروز الواقع ده للناس اللي زي حالاتي لا أنا ما منصحش بده أبدا أبدا إن أنا أصحب النوم ألاقي نفسي عطشان أخش أفتح التلاجة ألاقي الليتر مش عارف إيه وروح شربه إن ده بيروي عطشي ده بيرويش العطش ده بيدمر حاجات كتير بيدمر إيه؟ تب ما تدينا فكرة يعني الموضوع ده مضر لا ما فيش حاجة بديل عن المياه والعصاير ولا مياه غزية المياه مياه ما فيش حاجة اسمها بديل للمياه كثرة المياه الغزية هتعلي لي مستوى السكر في الدم ده رقم واحد وتبع عرضة لمشاكل كبيرة تعليم المقاومة الإنسولين ده مشكلة كبيرة وتضرط الكالسين برا العضل لو أنا أكثرت منها ما بقولش وقفه بس أخده باعتدال ما فيش حاجة اسمها كل معطش أصلا أنا كل معطش أشرب ماي هاشرب لترين طيب برضو من الحاجات اللي عايز سألك عليها واللي هي شوية يعني الموضوع ده خالفيته مختلف شوية على فكرة يا كريم عايز أقول لك الحاجة أنا كنت كده يعني أنا كنت بشرب مياه غزية رهيبة وكنت أدخم من كده يجي يمكن الناس اللي عرفاني من 4 سنين والحاجة كنت أدخم من كده 10 كيلو الناس فاكرة أنا ولا عملت عملية ولا عملت ضايت أنا وقفت السكريات بس نزلت 10 كيلو طبعا لو بالمقياس ده واللي واضح أن كل واحد على حسب تكوين جسمه يعني لو دي المرجعية يبقى أنا كان المفروض الكنبة دي ما تكفنين أنت عندك سرعة الحرق عندك عالية إحنا الرجال طبيعية جسمهم الآيد عندهم عالي السيدات الآيد والسرعة بتاعتهم فبالنسبة لقابليتهم للسمنة أزل من الرجالين إحنا عندنا دهون فالآيد عندنا قليل من أهم الفيتامينات اللي بتعليل الحرق هو فيتامين بي فبقول للستات أن فيتامين بي موجود كمان داخل ألبا مالتي فيت هي كل ما عندك نشاط طول ما أنت بتحرق فده رائع ألبا مالتي فيت للسيدات جدا فعشان كده بقول نقلل للسكريات من أنت عندك المياه غزية مليهة سكريات نقلل للسكريات وما بقولش امتنعوا اشربوا براحيتكم وتمتعوا بس مش كل ما عطاش أشرب كل ما عطاش أشرب مياه ممكن أخد كان واحدة في اليوم أنا منعته بس الناس اللي بتحبوا بيبقى صعب خارجيين قاعدين في كافية عايزة إرادة عايزة إرادة عايزة إرادة بس طيب برضو قبل ما الوقت يسرق أنا عايزة أسألك على الأمور اللي أنت بتشوفيها أنت عارفة إحنا دايما عندنا ثقافة شعبية كده أن إحنا حتى ساعات بعض الأحيان بننصح بعض بأدوية وكأننا ده كترة مع بعض فإيه الحاجات اللي أنت شايفة أن هي خطر كلنا بنعملها بمنتهى الاعتيادية والأرياحية في حين أن هي يعني حتقول إلى أمور صعبة جدا أو حتؤدي إلى مشاكل نتيجة فهم خاطئ أنا بشوف أن كل محد يقول لحد حاجة يخد مسكن المسكن هو بيسكن القلم ليس علاج شوف موضوع القلم ده جاي من إيه بل لازم نروح للدكتور الدكتور بقى يدي له العلاج وممكن وقتها عند اللزوم يأخذ مسكنات ده خطر جدا الناس اللي بتاخد كورتيزونات عمالة على بطال من غير استشارة طبيب ده خطر جدا فالحاجات دي كلها ما ينفعش أن احنا ننصح بيها لبعض الأدوية بتبقى تحت استشارة طبيب ده ده مهم جدا طيب برضو دي يعني رجوع لمسألة المبدأ نفسه بتاع المكملات الغذائية في ناس لأسباب أو لاعتبارات مختلفة ممكن تبقى بتعول أكتر على المكملات أكتر بكتير من الأكل الطبيعي برضو إلى أي درجة لا ما فينتش يا كريم سؤال يعني في ناس مثلا زروف أو وقت شغلها طبيعة المكان اللي هي موجودة فيه ما عندهاش مساحة قوي أن هي تقعد تاكل زي برئة أدمية أيوة مثلا مهندسين بيشتغلوا في السايتس مثلا بتاعتهم في أماكن صحراوية فيه طبيعة عمل للبعض من الناس مش بتخليهم يعرفوا يكلوا زي بقية عشان كده المكملات الغذائية بتبقى ضرورية جدا في الحالة دي ضرورية جدا يعني الناس لطبيعة شغلهم طول الوقت بره فلما بيجوعوا بأي محل قدومهم بيجيبوا منه أكل المكملات الغذائية مهمة لأنه كده ما بياخدش تيك يومي من الفيتامينات فبعوضوا بقالبا مونتي فيت مهم جدا للناس اللي طبيعة شغلهم ما بيعرفوش يكلوا أكل صحي لازم يعوضوا جسمهم الجسم لا ينتج فيه معظم الفيتامينات لا يندقى الجسم فمحتاجين سابليمنت من بره يعوض النقص الشديد للفيتامينز لأن برجع أقول نقص الفيتامينات هيعمل لي مشاكل لغين عنها من كسل من عدم طاقة من خمول مناعة قليلة نقص مناعة السيدات الشاري بتدي يقع البشرة تبتدي تعجز تجاعد بدري بدري يحصل اكسيديشن فاحنا لاغينا عن الحاجات دي جميل نورتين واسعدتين وقفتينك العادة بوجودك بشكرك على وجودك معنا في حلقات النهاردة نورتين دكتورة دينة أبو سعود وأكيد الشكر موصول لكم مشاهدينا في كل مكان نشوفكم على خير إن شاء الله يوم جديد وحلقة جديدة وعشر صبحة الأهل إلى اللقاء